قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في حلقة يديدة من ستي سكاي لين الحلقة الماضية حطينا شارع يديد للصناعية ونقصنا كهرباء لأن الصناعية يمتد الصناعية ترى تصرف وايد كهرباء يا جماعة الخير فالحين أبع حطي شو أبع حطي المصنع الأكبر اللي هو مصنع الأويل وبما أن هذا شكل مكان مناسب لأن التصدير كله يمنهني أبع حطيه في الشارع على الأغلب يعني إن شاء الله ما ينزحهم كثير لحظة خلا نحطيه ما عندي فلوس عشر ترافة إني أقل يبالي عشر ترافة فهذه بتحلي مشكلة يعني أزمة الكهرباء حاليا في المدينة خاصة أن الميزانية أنا ضربينها فوق كهرباء خلينا ننزلها مفروض بدون أي ميزانية أي منكم عندما شكلة لحظة أوكي فالمدينة رجعت تشتغل عادي الحين المتعب في الموضوع أنه كيف نحن نسوي محطات ما بيننا نحن وبين الشارع هذا فالحل المنطقي بالنسبة لي أمد شارع طويل حلو الشارع هذا يكون أساسي وسيدة حلو واحد من الحلول لأن في عنا هايويز وايد هنا نقدر نوصلهم بعدين في نص المدينة فالحين إذا أنا أوصل الشارع طويل هنا بيحلي أزمة كبيرة بس المشكلة في الميزانية اللي راح يعطينا ياها الشارع فبما أننا نحن أصلا قاعدين نمشي على بلان نقدر نطور ونحن سايرين طبعاً لما يعرف الحركة سنبينك ديب كنترول راح يسوي سنبينك أحطي هنا مثل ما تقولون محطة خطار أوكي محطة خطار في هذا المكان طبعاً المكان هذا حلول يعني لو تشوفونه جاهز حق محطة خطار بس بهدم محطة الخطار اللي هني فعلياً وبحاول أني بطريقة ما أحطي محطة خطار هني حلو ما بأودي تراكلين هناك لا أحطي محطة خطار بس عساس نوصل هالمرحلة هاي خلونا نحط شوي بيوت أنا هني راضي في الدونتون ما بأزيد أكثر فبعبي المكان هذا بشو بيوت بس بيكون أوسع من غيره للمكان هذا راح يكون أوسع شوية من غيره هل نحطي الشوارع الشجرية هاي فيه ماي فيه ماي فيه كل شي بحطي هني دايريكت حماير في الوسط حولهم اللي هي البيوت والشقق الأصغر على أساس أن هذي راح تكون عندنا الحين منطقة سكنية الأساسية وطبعا عندنا وايد وصلات في الشوارع على فكرها فعلا خفف الزحمة سأخلي نشوفو لكم شوفوا كيف خفف الزحمة يعني توزعت الزحمة هني شوية بس عادي لأن هاي في نصص صناعية نقدر اللي نسوي إذا نبقى نفتك شوي من الزحمة أنه نحن نبدأ نطور الشوارع هاي فعليا لأن هالشوارع مش مكلفة وايد أول شي وصيانة أرخص أوكي والطريقة هاي شوفوا هالطريقة راح تكون ممتازة الحين الشي الثاني اللي يبينفعنا أنه هني أحطي نقطة مرور لنقطة دفع نفس هاي يعني هاي النقطة إذا أحطيها هني بتخدمني في مدخول المدينة فاللي بسوي راح أكنسل الشارع هذا نزيل هذا راح أخلي نزيل وراح حطي النقطة هني وأوصلها بالجسر عحل أأمل أنه الحين ما يقول لي ما يستويه لا استويه اوكي لا استويه شكل اوكي بعد نزيل هالحين هالنقطة راح تضمن لي شوي أشياء أول شي لو حطيت نقطة هني توصلني في الشارع هذا راح أخسر فلوس هاي هي واحدة من المشاكل فبالتالي لازم شو أسوي أجيب شارع صناعية لين هني ويبين هني عساس هذا شوي وضع يكون أحسن وأطور الشارع نفسه فالحين الناس اللي تستخدم الشارع نفسه بيبدأ يدخل لي شو فلوس الشاحنات راح تدخل ما هني راح تدفع فنفس الوقت الزحمة من هني بتخف شوي بتزيد هني يعني يستوي شوية موازنة أكثر لأن في ناس مش مفروض تستعمل الشارع هذا وتستعمله وأنا ما بأرفع على الشاحنة بأرفع على الناس لكن للأسف كلهم يبون مشكلة نفسه بنرفع شوي سعر التذاكر وراح يستعملون بعدهم شوفوا وصح أنه يسوي شوي زحمة لكن المدخول ما له يستاهل مدخول ما له يستاهل شوفوا خفف شوي الزحمة بطريقة طيبة جدا الحين هذا شغال الحين من فترة صراحة مصنع سمك شغال بس ممكن حتى يستوعب قارب صيد زيادة لكن ما به لأن هذا الحين شغال قاعد يطلع فلوس ما عندنا مشكلة زاد المبيعات ما له الحين الكارثة الثانية أن كيف النيب القطار مغير منسبة كارثة فعلية لأن القطار سكته هني والقطار الثاني سكته وين هني أقدر أيب قطار الصناعية من هذا الاتجاه إذا بأيب قطار حق الصناعية شوفوا نقدر النيب نشتريها المنطقة 17 ألف ياساتر عن زي الحين ياها القطار اللي من متى أنا أقول لكم بناخذه ونقدر نهدم هذا الحبيب ونسوي له وصلة جديدة بس طبعا ما أقدر لأنه ما شتريت القطار للحين يليد كان يخلوني أحطي قبل لا يشتري قطار لأن أنا محتاج أحطي بعدين أيب قطار لأن القطار الشحن راح ينكبني شوي لأن عليه ميزانية ستين ألف بس نقدر نحطي على معدل الدخل الحالي ما عندنا مشكلة فأقدر أيب قطار هني في هذا المكان وهذا بعد راح يخفف زحمه ونوعا ما بيزيد مدخول أو ممكن حتى نحطي هني على فكرة نقدر نيب القطار هذا هني إذا أسوي عادة تعديل حق موضع هذا واللي مفروض وشش يشد على قولتهم واللي مفروض أني أسوي إذا بيب قطار يعني أسوي هذا هني وأكسر الشارع هذا شوية أوكي وأحطي محطة القطار بهذا الجانب شوفوا وأحطي طريق الخروج لأن إذا حطيتها هني راح أنكب نكبة لها أول ما لها آخر من الزحمة وإذا حطيتها هني أنا فكرة مش بطالة بس أبه الزحمة التي من هنا أنا أحطي عليها الخطار ممكن أحطي الخطار هني بس مكان مش أوكي صراحة فأبقى أحطي الخطار ليش ما أحطيه هني أقدر أيبة من تحت الجسر بعد الطريق لحظة خلا نحطي هذا طديقنا مكانة هني وأشوف القطار يستوي مكانة هني هاي يستوي مكانة هني سلوب تو ستيب بس هذا عنا حلا نحن نقدر آآ لاند جراوندنج تول النيبة ومش لاند جراوندنج اللي هو تعديل الأرض نزيل نسويه بالطريقة هاي أوكي ونحط الخطار نفسه هني بالطريقة هاي بعد أحسن أبقى أرده شوي ورا يكون في الوسط هني بايبة هني ما خرج واحد بطلع من هني اللي راح يدخل ما راح يطرع صبر بس الموضوع ما فيه خلي يكون نوعا ما على جرف أوكي بالطريقة هاي وننسوي من أختار قطارات العالم عقولتهم وبنرفع الشارع هني واللي هو هذا عبارة عن جسر يعني بس عساس شكل المكان يتعدل أوكي والطريقة هاي ونسوي هني جرف شوي وبنقدر نحط الخطار وين؟ هني وهذا الشارع نفسه ونسوي اتجاه واحد منزين طريقة هاي اللي هي ياخذ الخطار ياخذ أقراض ما يرجع نفس المكان منزين خلونا بنعدل أول شيء سكة الخطار أوكي سكة الخطار لازم تمر من وين؟ من هني أوكي انتهي فيها المطاف وين؟ هني حلو؟ بمشيها على الحافة بالطريقة شوي دائرية بالطريقة هاي اللي هي بتكون يا تحت جسور يا تحت هذا لأنه هني ما في خطة بناء فعلية حق الخطار عرفتو؟ فإذا في خطة بناء فعلية ما بنسويها هني بعدين نقدر في المستقبل ترى نغير مكانه خلنا نرفع حبة نشوف نقدر نقدر أيوة نايس نرفع الخطار هني هذا اللي يبعنا نعدل أحضاء شكل خبيح حتى لو بعيد يعني بس شوي خلنا نرفع نرفع هذا شوي يعني شو ما بده الصعوبة يخلونا نلعبه بطريقة هاي تشتغل عن زين وبنحط هذا أبعد شوي الين منو هلين المنطقة هاي سبع تلاف ومئتين واني الخطار هذا من هني شوفوا وهذا الخطار بالطريقة هاي هذا طلع أحسن وايد من ذاك وهذا أفضل وهني أوكي ما في شيء فالحين استغل عندنا منو محطة القطار ولا استغلت بالأحرى شوفوا على طول الناس قاملت تشحان على طول بس أبعدل حولة لأن حولة أحس مشروع كآبة شوي دحوة خلنا بالطريقة هذي بس أبا أرفعها والله ما بتنكب اللعبة غير الرفعات هاي ترى ما بتعلقها غير الرفعات نزيل ونسحبها شوي برع بالطريقة هاي أوكي وأبا أحطي من هذا بالطريقة هاي وين أخص والله يوم خلاص بغيت ركبة بالطريقة هذي ونسوي هني ونرفعها شوي من آخر شي أوكي وبنيب لنا والطريقة هاي حاجز أوكي هذا الشكل لزيل ونبقى نعبي الفراغ اللي هني شوي مش ويد وبرفعها من هاي الزاوية لحظة عساس هذي استويسيدة شوي هاي أوكي تعدل الباقي هذا أنا أقدر أفهم بس هذا من الأفضل بالطريقة هاي طبعا من باب مش الواقعية من باب الواقعية صراحة مش من باب مش من باب الواقعية من باب الواقعية أبا أسوي أحطي حواجز أوكي حاجز عننا حاجز شو الحواجز الموجود عندنا مش هذا وينصار الحديد أوي الاندستري فنس هذا اور اندستري حديد أيوه فارم ما نبه نبه الحديد ما الور اندستري أبقى أحطي حاجز يمتد من خلنا أشوف هيا ما راح يسمح لي إحطيه هنا أساسا لأن المكان ضيق بس كان حلول أن أحطيته زين خلنا نسكر آخر شيء تعرفوا اختارات اخرها تكون مسكرة مانا بحاج يشوف الفضايح اللي هنية وشو بنسوي بنحطي لهم فنس حطي لهم حواجس بحطي حواجس حاجز مش اوكي طبعا بما انه نطار عن طاق طارع ولا لو حق النقل ينفع نقدر نحطي عنده كونتينرز اللي هن هاي البضايع اللي رايحة ورادة التغيير لكسر اللون ولا تغيير مبدأ رذم اللعب هذا بنحطيه بالطريقة هاي اذا كان شغار نايس ابدا مش شغار ولا واحد فيها مش شغاله نايس فبمسحها مسلا مقلتين والله نزلتها متعبة عمري لكن على ما يبدو محاولة غير ناجحة ابدا 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 غير ناجحة نزيل وعندنا هني من ابواب التخزين نقدر نحطي مخزن اوكي المخزن هذا ما للصناعة هني مخازن عادي الوير هاوس عندكم معاية الوينيك فاكتور رجب ما نبقى طبعا نبقى وير هاوس نقدر نحطي مخزن نفس هذا حلو ونخلي استور اللي هو زوند اندستري فورستري اور كوميرشال زونس برودكس جودز نبقى نصدر مال كوميرشال حليط درجنا نصدر مال والred اواز اواز Lancet صناعة ال معادن يستوعان رو modulation بعد وبيعبون نترى ما عليكم راح يستعملونهم هم راح يستعملون هذا سيء اكيد بس الاخطار هذا راح يخدمنا خدمه راح يخدمنا خدمة راح يخدمنا قدمه في الزحمه وغيره بس الحين هين هي المكان دايما يتم يحتاج الناس زيادة والناس الزيادة هني مش محصلة متر مو تقولون حقها بكفاية نزيل على الحين هذا شوي لغينا المشروع لانه قدرنا نحصل سكت قطار ثاني بس شو بيستوي لو حطيت قطار بعد من هني ما بيستوي شي صح نقدر بش اسم الزيادة خلوني انسخ اقدر انسخ هذا وحطيه هني لا مكان صغير وايد مكان وايد صغير اذا بنسخه لاني ابو اسوي دوار اساسي ثاني نزيل مش هذا الدوار هذا الدوار اللي نبوه فعليا والطريقة هاي ركب عادي نزيل بس الشارع نفسه ابا الناس تستعملها لانه احنا ما حد قاعد يستعملها فعليا في اه شغلات اثقل مزين خلنا نشوف نفس المكان تقريبا لا نفس المكان هني بيكون استهبل هذا اوكي وهذا بيروح الى مجمع الشوارع الثاني اللي هو الحين مفروض اننا نحن نبني شوفوا ما نقدر نبني لانه لازم نشتري انزيل قاعد نشتري بس عساس نسوي اه وصلات شارع عام هذا مره شوي متعب منزين عشرين الف هذا كان منزين ما عليه يستاهل موضوع ترى يستاهل منزين نسوي هذا شارع ثاني العود يعرفته منزين نسوي شارع ثاني بشكل هذا هني بالنيبة هني وهذا بنكسره من هناك وبنيبل تحت عقب شوي صبر انا براوي كم مش براوي كم خلنا الحين نسوي نزين وبنسوي شارع يوصل هني شارع يوصل هني شوفوا مش اكثر شي سيدة بس حق الحين وايد اوكي بالطريقة هاي وهذا بنسكره للشغلات المستقبلية والشارع شغل بعده شوفوا الحين هني شوية حسني لازم اسوي نفق بس ما بأسوي نفق لان لو اسوي نفق هني ما بيكون احلى اللحظة لو ايب الشارع من هني وسوي نفق وجسر وراه من هني طريقة هاي نفق مزين اه اوكي تعال انا وايد اه نزلت تحت صح مزين اذا اقدر ايب هذا هني في هذا اقدر هي استوي استوي نايس من زين هذا بيكون لين وين عين هذا بيكون لين هني وبعدين اخس يوسخ اه لاحظة لا تنسوني ان اكسرت هذاك مقابل ان اسوي هالشي وما سويت هالشي هنا بالطريقة هاي بس لازم نغير اتجاه ونرفع شوية المستوع اساسي بالطريقة هاي شوفوا استوع عندي كل نفق غير عن الثاني كل نفق غير عن الثاني لحظة مزين كل نفق استوع غير عن الثاني لحظة خلني احاول اضبطه مزين مزين بعد مستوع مزين 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 بينما استوى نفق على اخر شيء هذا معناه انا بخبركم شو بسويه لازم عساس ان اسوي نفق اشل هذا اول شيء وايب مستوى الارض ارفعها اكبر الفرشاة مالي اصغر هذا طريقة هاي اخذ لي قياس من الوسط نكبر الارض هاي اللي هي ما يخلي وايد واقعي ونسوي لها طريقة هاي شوفوا اكثر واقعية نوعا ما لانه مع نسابيات المكان اوكي واللي بسويه بيبقى هذا واضى احطي الشارع من هنا بحيث انه يطلع من هنا اغسل بشوفه الشارع من هنا بحيث انه يطلع من هنا اصب ايوه مستوى اوكي الحين ابا لو اقدر بس اهدم هذا هذا الاتجاه اللي هو هنا وارد انزلت تحت واخذ من الشارع وايبق وين فوق وانزل هذا وانزل وين تحت حسونا وايد حق شكل صح خلا نعدل هني خلا نعدل هني شوي خرابيط هاي احلى بس ما عادة واحد صبر انزل اللي هو هذا خلا نبدل اتجاه والنيب هم وين والله حسوك بتسيبوني على الشغلة هاي نيب هم فوق 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 حبهني ما بيطلع هذا ايوه ولا اقول خلا يطلع وابا هذا نفس الشي ايه فوق بالطريقة هذي هذا يتوصل في هذا الاتجاه من هايوي وهذا يتوصل يعني الفين ما عندي همن متى نايس تخسرت كل فلوسي على الجسر هذا بس وايد اوكي الحين صار عنا مخرج اضافي و تخبيص زيادة مزيق حين هذا صار مخرج و ما يدخل منه المدينة ما له من الطريقة هاي بس ما خلصنا اهني لانه هنا الحين بدأت السالفة. السالفة اللي هي اصل النباهة اللي هو. نبنطلع هذا. اهني. وننبه هذا. اهني. ونطلع هذا الى. هذا المكان. سلوب تو ستيب. نبنطلع من هني. ايوه. ونطلع هذا الى طلعته منه. هذا بطريقة. ايه. انحين صار عندنا تجميع مركز يخرج دخول ثلاثة هايويز متوصلات في المكان. مش واحد مش اثنين مش ثلاثة هايويز. ثلاثة هايويز كافرين بانهم يفجرون شي اسم زحمة ترى. خلنا على الاقل احتراما للهايوي. نطور هذا الشارع. نحطي انه وصل زيادة هنا. فبالتالي اذا شوي ارفع هذا يكون افضل. عسا ما يبين الناس قاعد اتطيح قدر الامكان. هو قاعدين يضيحهم فعلا. فعليا يعني. بس ما عنا مجال نرفع وننزل زيادة. نزيل. فعليا صار عندنا شارع اساسي هنا بعد ثاني وثالث. شوفوا. هل حين متوصل في الثلاثة هايويزنا. والله مش افضل شي في العالم هذا المكان. بس ممكن يلس عليه بعدين يلسه. وقاعد اضبط فيه. بس معادل ذلك. كزحمة. كطريق. انا العمل جبار يعتبر صراحة. صراحة يعتبر عمل جبار. تصميم مدينة اصلا لبس. جيد جدا. هني نقدر نبدأ نوصل بيوت زيادة وامور زيادة وسواء له زيادة. بس الشرط الاساسي هاي ستة شوارع. اوكي. واللي هو بايت غالي والحين بيخسرني نص الفلوس اللي عندي. انا متأكد من هذا الشيء. نزيل. نوصله في شارعين لانه ما بنحتاج شوارع كبيرة دام. عندنا شوارع من هذا الحجم بصراحة يعني. ما بنحتاج فعليا اي شوارع كبيرة. خلنا نمد هذا هني. طريقة هاي نمد هنا. ونمد لها ماي. طريقة هذي. وهني نقدر نطلع مجموعة آآ عماير تخالف شوية القوانين. لا. خلنا نمشي على المدينة. اللي هو وايد مساعدة الزحمة لفكرة. والطريقة هاي. شوف ها الحين. بنينا بيوت زدنا الدخل خلصنا كل شيء تخريبا. وسوينا الشارع العام اللي ما اظن نسويناه في حياتنا. انه بدخل بعد الشوارع العامة من كل مكان اقدر ادخل في شارع عامة الحين حاليا. انا مستعد دخل من هني شارع عام. من هني شارع عام. هني شارع العام هذا. راح احلله. لان هاي منطقة البناء الاساسية اللي انا افكر فيها. هني ارا افكر سوي السياحة كلها على الراس هذا. شوفونا هذا. السياحة كلها هني بتكون. والمدينة لازم تمتد له هناك. هني افكر في مشروع جامعة. اخلي فاضي بس حق جامعة. آآ يمكن يكون هني. الجامعة اقليمية مرة. فلها السبب ما راح اسوي جامعات الحين هني. راح اخلي الجامعات بعدين. لان خلاص. مزين. ها ما عندهم ماء طبعا ما عندهم ماء. يوم انا اقول كل شيء اوكي لازم شيء يروح على البيض. مزين? خلنا نحطي. ها في تلوث اهني اول شيء قبل كل شيء? آآ لا اوكي. اقدر احطي الماء هنا. على امل او احطي هنا. احطي لها. يا بابا. اه اوكي ركب. نايس. معالجة المجاري شكل وضع تعبان. فخلنا نحطي لنا واحد ميزانيد اعلى. ولا هذا. هذا يبالى مساحة المشكلة زينا هذا اصغر. بس بعد ما راح يركب. قريبا بروح يركب تحت الجسر شيهو? نايس تحت الجسر. ما غير ما احتاج اني احركه. نايس. 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 ركب. نايس. استوى عندي هني معالجة المجاري. نايس. نايس. عمشيت لو ثمانا ما يوصل عندهم. احتمال يوصل بس ما اغير مكانه مصلا قريب. نايس. هيا معالجة المجاري وصغط. كاربا اش اخبارها? الكتر اش اخبارها? اوه على حفة. على شفة حفرة. فخلوني احطي. اعادة تدوير. ثانية هني. مشكلة هالمكان بيشتي كلها عادة تدوير وكل التلوث المهم. خلنا نحطي. لان بعدنا قاعدين نبني للناس ترى. الناس اللي حين ما عندها قيمة ارضية فعلية سابسوري. قيمة ارضية فعلية لوسط المدينة. وهذا ناتج الحدائق وسوق السمك اللي ما عرف كل ما ادق عليه تعلق اللعبة. يزعل يعني. نزيل. اذا بالطريقة هذي انا محتاج ازيد القيمة الفعلية للاراضي. وعفكر التعليم عندي تعبوان. في ويت شغلات الحين تعبوانه مثل المطافي الهذا غيره. بس بنقشن بعدين. كان مشروع الصراحة. احطي مركز كبير. اذا احطي مركز كبير رح يكلفني. اوكي وما رح يغطيك المكان رح يكلفني. الف وستمية. الصغير اربعمية وثمانين. يعني اقدر احطي اربعة او ثلاثة منه. واحد. اثنينة. ثلاثة. واقدر اغطيك المكان. نزيل. الحين الاولوي عيادة امورهم طيبة. الحرائق شي مهم. نفس المبدأ. ستين الف الف وستمية. الف واربعمية هذا. وهذا خمسمية وستين. يعني هذا اقدر احطي واحد. اثنينة. ثلاثة. وانجو بالفعلة. افضل من اني احطي. فبحطيهم عند السيمتري هاي ولا المقبرة. وحدة هني. وبحطي وحدة. اهني ولا في الوسط ولا على الشارع. ابتغطيها حلوة يعني. بحطيها هني حق الامتدادات المستقبلية. لان هني متغطي صح? وبحطي هني حق امتداد مستقبري. وبحطي وحدة مع الحريق. هني اريدي شبه متغطي هذا المكان. مسهل اقدر اغطي اكثر. ان هذا المكان مش موصول في شي شوفو. شوي فيه هنا كبه. فممكن احطيه هني. او اهني. ممكن احطيه هني احسن مكان. بحطيه هني وبنجو. شوفو. بيستكون اخضر. هاي ما بيكون مشكلة ضخمة. اوكي. الحين ابا الشرطة لان الجيرز عندي نص نص. ابا هني نفس المكان. بيكون تقريبا. نوعا ما بقدر اشرت في الموضوع هذا. وبالشرطة الثانية هني. اوكي. والشرطة الثالثة بحطي هني حق اي اي توسعة مستقبلية. اوكي. وبتيب اكون نزلت ميزانيتي وايد. و ما بحطي عيادات حاليا. عيادات بوفرها لمستشفى مركزي. افضل. بس خلوني ادمر هذا لحظة. ايوه. سيدة. سيدة. نايس. بالطريقة ايضا افكر بيغطون اكثر. بالضبط. المستشفى افضل ان يكون نوعا ما مركزي. اقدر احطي المستشفى مركزي مكانة هني. هني لازم نسوي حديقة عامة. بس ما بيكون في هالحلقة. لان وقت الحلقة للأسف خلص. وخلنا نشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله. على خير. ممكن ابدأ مشروع الحديقة المركزية. على اساس نبدأ نطور حديقة على طول. بيكون هني عنا حديقة كبيرة. وابقى ارصت شغلات في الوسط. يعني قاعدين نمشي على مبدأ اترس المدينة حاليا. حاليا اترس المدينة. هني التصميم كله. لانه الاكشن كله هني. في ذا هني كان اوكي. حاليا وايد اوكي الصراحة بالنسبة للأول. بنبدأ نفتح ممرات ثانية من اماكن ثانية لانه نسوي حديقة. بلا سوي الحديقة. مش هني لا. بشوف اللي مكان نسوي في حديقة. بسوي الحديقة هنا يمكن. المهم مشكوري عنه تبعت الحلقة اذا تبقوا تشوفون الحلقة ليايا واللي قبلها وهذا وغيرها لا تنسون تشتركوا في الخناة وتستعملون الروابط اللي تحت. مشكوري على متابعة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.